أنا حاسس أن أنا أو عندي شعور بأن أنا بدور في ساقية بيعبروا بدأ عن إيه؟ عن الخف من المستقبل في ناس بتجري وبتحس أن هي بتدور في الساقية بسبب خفها من بكرة فإيه اللي يحصل؟ فيدور في الساقية عشان يجعل حياته وحياة أحبابه تحت السيطرة عايزة أخليها تحت الكنترول بس إيه سيدي؟ يا حبيبي يا أخي يا عبد الله حياتك مش تحت السيطرة حياتك مش أندر كنترول صدقني حياتك تحت الرحمة أندر ميرسي يعني لك رب أخبرك أنه سبحانه وتعالى مهد لك كل شيء فقال لك ربنا سبحانه وتعالى أنا من أجعل الأرض ميهادة يعني كل اللي أنت متخيله من عقبات موجود في الميهاد أنت لو فتحت أنك هتلاقي العقبات دي مش موجودة العقبات دي اللي صنعها وهمك واطمئن إن رزقك محفوظ حتى قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وآجلها ووعدك سيدك سبحانه وتعالى وقال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون فليه أنت خايف من الأقدار اللي ربنا أعدها لك تعالى أقول لك إيه معنى القدر في الفهم الصحيح اللي خلى القدر جزء من إيمان نبيه يفتح لنا باب الأمان دايماً الإيمان يفتح لك باب الأمان والقدر يتحط كركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيري وشري فيبقى القدر كده لو كان الله سبحانه وتعالى يجعلنا نريد أن نؤمن فلابد أن القدر دوت باب من أبواب الأمان طب إذا كان القدر باب من أبواب الأمان أنا بسمي القدر إيه؟ كتاب ألطاف الله كتب بمداد من نود الله يعني إيه؟ يعني أنا فاهم أن القدر ده لطف من الله وكتب بود الله وعشان كده أنا عشت في بيئة مع أهلنا وأحبابنا المصريين وهم بيقولوا مثال لطيف جداً بيعبر عن المعنى ده لما يقولوا اجري يا ابن آدم جري لوحوش غير رزق لم تحوش وهم بيقولوا كمان أدر ولطف فاللطف ما لي حياتنا يعني سعى ولكن اترك أم التدبير على الله سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك آه سلم الأمر إلى الله هو أولى بك منك لأنه أرحم بك منك فإيه حصل؟ فبلاش خوف ساعة ما تفهم ده هيقل الخوف وما بيبقاش فيه تنافس مهلك وصراع قاتل للنفس وللمشاعر الحالة كمان التالتة اللي بيظهر فيها استخدامنا لمسألة الشعور بالدوران في الساق التعبير عن الشعور بعدم التقدير وإني بقيت بالنسبة للرجال الرجالة بقى محسين بعدم التقدير يقولك أنا محفظة أو وإيتي أم وبالنسبة للستات إن هي بقت زي الخدمات تقول للاولاد كده في البيت ويقول للاولاد ولزوجته في البيت كده فيه ناس بتستخدم تعبير الدوران في الساقع عشان جوعة للإحساس بالتقدير خاصة من الأسر لكن السؤال أنت كده اختزلت دورك في المحفظة ونسيت إن أنت دورك البطل ليه ما كنتش البطل مراتك وأولادك عايزينك بطل على فكرة وإنت بتهتم بيهم وبتدخل الفرح على أقلوبهم يبقى أنت كده بقيت البطل ويا آياتها المرأة أنت قامتك كبيرة ودور الجليل مش بس في الخدمة أنت مش موجودة عشان السيرفز مش موجودة عشان الخدمة أولادك مش قاعدين في فندق أنت مجرد وجودك ده دفع للكل وحنان على التعبان والمتدايق ونور لجوزك والأولادك فما تختزليش نفسك بنلا عليكم بلاش التعبيرات المسيئة دي وبنستخدم كمان الدوران في ساقية في موطن رابع لما نحب نعبر عن شعور بفقد معنى الحياة اللي بنعيشها في ناس بتحس أن هي دايرة في ساقية عشان حسة أن الأيام كلها بقت شبه بعضها كل يوم أصحى الصبح أنزل أروح الشغل أرجع من الشغل أنام كل يوم أنظف البيت أشوف حاجة الأولاد وأعمل الأكل وأنام وهكذا عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنا جميل أوي وحفزنا دايما في أن كل يوم نشوف فيه النعمة ونضيف فيه قيمة جديدة لما ألحظت النبي صلى الله عليه وسلم كان يومه كأمسي فهو مغبون يعني ضيف كل يوم حاجة جديدة في حياتك وربش بس كده ده نفهمه مع حديث رسول الله مهمة أوي ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات مفيش يوم زي التاني ألا فتعرضوا لها إلا يتعرض لنفحات الله واللي يعيش بيقين من نفحات الله مش يبقى فيه يوم شبه التاني وساعتها نسمع اليوم وبيقولك أنا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني إحنا نسينا وإحنا بنعيش حياتنا عبادة مهمة وهي عبادة إيه؟ عبادة الفرح بنعمة الله نعمة حب بنعمة الله حب الحياة حب الحياة على فكرة مش خيار حب الحياة يا عباد الله واجب الحياة نعمة وحب النعمة واجب ولئن شكرتم لأزيد أنكم وكل إحساسنا بالضغوط ده لأننا نشغلنا بالدنيا عن الحياة استنى كده يعني إيه انشغلنا بالدنيا عن الحياة؟ ترجمة نانسي قنقر